اشتركوا في القناة 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 في الفترة الاخيرة طبعا يعني هم متقلقيني في الفترة الاخيرة من افضل لعيبة طبعا كالربة بالنسبة ان هو طبعا مهاجم للنادي الاهلي ومهاجم لمنتخب مصر كان موجود كل الفترات الاخيرة مع منتخب مصر اشتركوا في القناة كذلك بس اتوقع ان تم استبعادهم عشان يعني الاهلي عندهم براد سوبر يوم 15 حصل مشاكل كتير اصلا يعني المنتخب تم استدعاء اربع لعيبة اربع لعيبة من الاهلي محمد عبد المنهم محمد هاني محمد الشناوي مروان عطية الاربع دول استدعوا للمنتخب المصري مع روي فيتوريا يعني اتوقع لو كان العدد زاد عن كده كانت تحصل مشاكل اكبر واكبر لان خلاص يعني هم نتكلم ماتش تونس يوم 12 بعد كده اللعيبة هتلعب يوم 15 مع الاهلي في كاس السوبر فتوقع ان استبعاد كهرباء وحسان الشحات عشان العدد ما يزادش عن كده المنتخب كمان عنده كمان مهاجمين كتير جدا يعني في الوقت الحالي احنا بنتكلم مثلا عندنا مصطفى محمد يعني انا اللي هنتكلم عن نقطة الكهرباء عندنا مصطفى محمد يعني مصطفى محمد مبارع هدى في الدول الفرنسي بسجل هدف رائع يعني معنا انت فريق كان ناقص من اول 9 دقايق مغلوب قدام مارسيليا مارسيليا يعتبر من افضل فرق في فرنسا في الوقت الحالي كانت تاني اكبر فريق طبعا في فرنسا حاليا بعد باريس سان جرمان بيسجل هدف رائع مباراة الامس انا شايف نقطة الهجوم كمان هو بيعتمد على اقصامة فصل كعنصر جديد مع المنتخب الولومبي بعد تقلقه عمر مرموش برضو موجود معنا يقدر يلعب مهاجم انا شايف ما عندناش ازمة في نقطة الهجوم يعني ان الكهرباء يكون متواجد بس وكمان ازان بقولك يعني عشان مشكلة الاهلي مع المنتخب وعلى فكرة حصل مناوشات وكلام كتير بين الاعلام والاهلي طلب ان هو لعبته ترجع والمنتخب طبعا رفضين بشكل كبير جدا ولكن الكلام اللي هيحصل ان احتمال بشكل كبير جدا اللي هيبع تلعب مباراة اثيوبيا اللي هما الاربعة بس فعن بالك لو كانوا ستة مثلا بكهرباء وحسن الشحان اللي هما الاربعة هلعبوا طبعا مباراة اثيوبيا وبشكل كبير جدا مش هلعب مباراة تونس على الرغم كمان على فكرة فيه علم معلول في منتخب تونس يعني هيرجعوا على الاهلياني المعسكر اه باحتمال بنسبة كبير جدا يرجعوا يلحقوا بعد مباراة اثيوبيا يرجعوا مع ده كلامة قال مباراة من الناس مقربة اتأكدت ان احتمال بشكل كبير جدا ان الناس دي هتلعب مباراة اثيوبيا يوم تمانية وبعد كده ينضموا لي معسكر الاهلي مش هلعب مباراة تونس افضل مدافع مصري اه يعني محمد عب المناهم حاليا افضل مدافع موجود في الدورة مصري افضل مدافع يمكن موجود في كارة افريكيا حاليا في اللعايبة اللي بتلعب محليا محمد عب المناهم هو الافضل حاليا في الوقت الحالي فبالتالي الاهلي لأ طبعاً هو أنصر مهم جداً على فكرة يعني الناس مستهترة بالتحاد العاصمة آه هو نهى في الترتيب الـ 12 السنة اللي فاتت في الدوري الجزائري ولكن الاتحاد العاصمة من أكبر فرق حالياً في القرى الأفريقية وعنده أفضل اللعيبة كمان في القرى الأفريقية طب بالمناسبة دي فرص الأهلية هتكون إيه في موتش التحاد العاصمة يعني طبعاً الأهلية مباراة هتكون صعبة جداً جداً يوم الغيوم 15 هتكون في مدينة الطائف في السعودية الناس بتتكلم أن الأهل طبعاً بطل دوري أبطال أفريقيا يقدر يعتبر هيلعب في السعودية مباراة تعتبر على أرضه بالنسبة للجماهير المصرية المتواجدة في السعودية ولكن مباراة تكون صعبة اتحاد العاصمة بيستعد بشكل كويس جداً بطل الكونفدرالية على حساب يانجا أفريكنز اللي هو أحد من أكبر فرق في أفريقيا في الوقت الحالي اتحاد العاصمة برضو عنده جمهور كبير عنده لعيبة متميزة السنة اللي فاتت قدر يعمل مستويات رائعة في الكونفدرالية الأفريقية مباراة مش هتكون سهلة خالص على الأهلي خاصة بس الأهلي أنا شايف أنه هو بادي الموسم باستعداد كويس جداً يعني راحة نفسية للعيبة استعدادات في النمسا شفنا معسكر للأهلي مع كولر لعيبة جديدة ممعشور حتى ريدا سليم على فكرة من أفضل اللعيبة في الدوري المغربي يمكن أنا تابعتهم بشكل شخصي مع الجيش الملكي كل العناصر وكل اللي شايفين حتى أجواء حتى زي ما يعني مخرجنا بيعرض لنا أجواء كانت حماسية ورائعة في معسكر الأهلي في النمسا واضح أن الأهلي مستعد كويس واضح أن الأهلي بادئ وعلى فكرة يعني بعدها وأربع أيام يعني هتكون بداية أو انطلاق الدوري المصري يعني يوم 19 سبتمبر على حسب آخر الكلام اللي تقالي يعني لو ما حصلش تأجين فالأهلي بادئ ومستعد كويس جداً للسوبر الأفريكي للدوري المصري للمعارك اللي جاي كمان فيه سوبر محلي ومش عارفه بطولة كاس النغبة وحاجات كتير جداً المفروض أن احنا هنشوفها السنة اللي جاية الله أعلم يعني هتتلاعب أو لا بس الأهلي أنا شايف أن هون مستعد كويس جداً عامل حساب اتحاد العاصمة بشكل كبير جداً بيحترم خصمه مع كولر ده على فكرة دايماً من أول مباراة الكولر في أفريكيا قدام الاتحاد المنستيري وأتذكر جيداً أن الأهلي فاز في آخر دقيقة برأسية محمد عبد المنعم من وقتها فعلاً كولر بيعمل حساب لأي كبيرة وصغيرة في الكرة الأفريكية وبيدرس كويس جداً 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 الفرق في أفريكيا أو في الدور المحلي فأنا شايف أن الأهلي على الرغم من أننا بقول أن اتحاد العاصمة من أفضل فرق في القرى الأفريكية في الوقت الحالي وعنده معركة برضو صعبة على فكرة يعني اتحاد العاصمة بعد مباراة الأهلي على طول هيواجه الفتح الرباط اللي لسه كسبان الوداية في الدور المغربي هيقابله في الكونفدرالي الأفريكية في دورة 32 يعني مباراة صعبة وفريق فعلاً داخل مستعد كويس للأهلي ولكن إن شاء الله الأهلي يقدر يحسم مباراة الصبر لأفريكي لصالحه لأن الأهلي حليم برضو أياً كان الخصم اللي قدامه هو الأقوى حليم في القرى الأفريكية طب بعد رحيل محمد شريف مين اللي هيقود الأهلي في الهجوم يعني في المتش الجاي إن شاء الله يعني لأن احنا سمعنا كلام كتير إنه يتم الإعلان عن مهاجم جديد وبعد كده طب فيه كلام كتير يعني لحد الوقت الأهلي طبعاً فكرة المهاجم دي بقى لنا سنتين بنسمع عنها في الأهلي يعني بنسمع الأهلي بيفوض مش عارف مهاجم موليكا شوية فينسنت أبوبكر شوية مش عارف الأهلي بيفوض مهاجمين تقريباً أفريكيا كلها سوزة حتى اللي بيلعب في كوريا بنسمع عن أسامي كتير جداً ولكن يعني توظيف فعلي الأهلي تعاقد فعلي لا ما فيش موجود يعني مش موجود الأهلي ما عندهش مهاجم صريح يمكن حتى محمد شريف ما اعتبرش مهاجم على فكرة محمد شريف كان بيلعب وينج في الأهلي كان بيلعب وينج قبلها في ودي دجلة يمكن حلم طولان هو لوظفه كمهاجم جي الأهلي بقى مهاجم ومشي دلوقتي راح الخليج في السعودية ويمكن كهرباء برضو ما اعتبرش مهاجم صريح كهرباء في الأساس هو وينج برضو الأهلي حتى الآن ما عندهش مهاجم مفيش غير صلاح محسن مفيش غير صلاح محسن هو طبعاً برضو جامل من سيراميكا كلوباترا ما كانش متقلق مع سيراميكا كلوباترا يمكن آخر 3-4 متشات ببتدى صلاح محسن وبالذات في مبارات كسر رابطة ببتدى يظهر بشكل كويس جداً وقاب لها بموتشين يمكن أجاب جونين في برامدز على ما أتذكر في استاد المؤولين العرب كنت حاضر الموتش ده يمكن صلاح محسن ببتدى يرجع شوية في الوقت ده ولكن برضو صلاح محسن مش المهاجم اللي أقدر أعتمد عليه برضو برضو صلاح محسن اللي عايب فترات كبيرة مع كولر مع موسيماني كاوينج مش مهاجم صريح فدي مشكلة في الأهلي طبعا مشكلة وكلر على فكرة محتاج مهاجم محتاج مهاجم أفريقي قوي كمان فالأهلي لحد دلوقتي محسن مش فكرة المهاجم ويمكن جمهور الأهلي على الرغم من كل التعاقدات اللي تمت زي ما قلنا سواء إمام عشور أو رضا سليم حتى يمكن حتى جندوزي حتى ماشي فيه كلام عن جون إيبوكا فيه كلام حتى عن جون أوكولي اللي كان بيلعب في موليين العرب وراح السواحلي في ليبيا كلام كتير عن مهاجمين ولكن تنفيذ فعلي في إدارة الأهلي مع فكرة المهاجم لحد دلوقتي لم تتم ودي مشكلة هيواجهها الأهلي حتى السنة الجاية خاصة بعد رحيل محمد شريف عن الأهلي طيب خلينا نعرف بقى منك التشكيل المتوقع لمبارات الأهلي القادمة إن شاء الله يمكن إن شاء الله طبعا بداية يعني زي ما بقول محمد الشنوي كده كده يعني سواء لعب مبارات تونس أو لأ فمحمد الشنوي أكيد هيكون موجود محمد عبد المنم أكيد هيكون موجود محمد هاني طبعا وعلي معلول يمكن حتى معاهم ياسر إبراهيم في خط الدفاع ومروان عطية طبيعي أساسي هيكون موجود وقاليو ديانجو وزي ما قلنا طبعا يمكن بنسبة مش قليلة ممكن نشوف بصلاح محسن أساسي مع الأهلي في المباراة قدام اتحاد العاصمة في الصبر الأفريقي مش بعيد يعني بنسبة كبيرة ممكن نشوف صلاح محسن لأنه واضح أن بعد عودة صلاح محسن نيكولور حتى في المعسكر بيعتمد عليه بشكل كبير جدا وطبعا ممكن نشوف لعيبة جديدة طبعا مع الأهلي خاصة بعد في مركز نص ملعب بعد رحيل حمدي فتحي كمان مؤثر بشكل كبير جدا مع الأهلي ورحيل أحمد جندوزي لسيراميكا الكولوباترا ممكن نشوف لعيبة جديدة مع الأهلي في نص ملعب طبعا أهليو ديانجو طبعا أكيد أكيد هيكون موجود زي ما قلنا يعني تشكيلها هتكون هم متوقعها الأقرب اللي نهى بيها الأهلي في الموسم الحالي مع دخول لو دخل عنصر جديد ممكن نشوف صلاح محسن في خط الهجوم طب ولا هالحق إمام عشور هو يحضر الموتش ولا يكون لسه في إصابته أتوقع أن إمام عشور حاليا لا لسه يعني مش جاهز 100% يعني لسه الإصابة اللي تعرب لها مع ميتلند في الدنمارك إنه هو مش جاهز 100% إنه هو يشارك مع الأهلي في المباراة القادمة طب وردا سليم بقى الجناح الجديد للأهلي ردا سليم ده من أفضل اللعبة اللي كانت موجودة في الدور المغربي السنة اللي فاتف هتوقع أن هو هو يكون لدور ممكن الشرط التاني أتوقع أن هو يتواجد مع الأهلي في مباراة السوبر الأفريقية ردا سليم على فكرة من أفضل اللعبة ومن أفضل مسدد ركالات الجزاء في الدور المغربي على فكرة أفضل اللعيب الأهلي يكتسب ريدا سليم بعد علي معلول في ركلات الجزاء هيكون أنا واثق أن ريدا سليم هيكون هو هداف النادي الأهلي في الموسم الجديد هل ممكن يلعب على حساب بيرسي تاو اللي ضامن مكانه في الأهلي؟ لا بيرسي تاو بالنسبة لي حاليا هو اللعب رقم واحد في الأهلي طبعا مع كامل الاحترام طبعا حسان الشحات لعب مهم جدا وأكيد طبعا هيشارك في مبارات السوبر أفريكي ولكن بيرسي تاو هو اللعب رقم واحد في الأهلي في الفترة الأخيرة يمكن حتى مع مرسيل كولر حسب مبارات كتير الموسم الماضي أبرزهم طبعا مبارات التراجي في تونس وعلى فكرة حتى لو بيرسي تاو ما بيسجلش أهداف فهو بيبقى ليه الدور تكتيكي رائع جدا مع مرسيل كولر وعجبني أن بيرسي تاو حتى تخلص من فكرة ولعنة الإصابات بيرسي تاو من ساعة ما جي الأهلي هي الإصابات دايما هي اللي بتلحقه وغياب وبسبب الإصابة كان بيشكل فارق كبير جدا مع الأهلي ولكن بيرسي تاو مع كولر يعني الإصابات بتادي التقل أو تكاد تكون معدومة يعني أنه ما بعاش عنده إصابات في الفترة الأخيرة بتدى لما يلعب بشكل أساسي بتدى يظهر بيرسي تاو أنه هو من أفضل اللعبة ومن أفضل الأجنحة في أفريقيا يمكن من 2016 مع سانداونز ومرورا بالدوري الإنجليزي برايتون وكلاب بروش في بلجيكا لحد عودته للنادي الأهلي ومن أفضل الأجنحة طبعا ويستدعي لمنتخب جنوب أفريقيا بالمناسبة طب لو هو حابب يلعب ريدا سليم هيكون على حساب مين في الكيس دي هو في الأغلب طبعا ريدا سليم ما بيعرفش يلعب غير وينجي مين يعني الجناح آيمن لما شفته وطبعته مع الجيش الملكي على فكرة الجيش الملكي يمكن كان عامل موسم رائع السنة اللي فاتت طبعا بطل الدور المغربي وعنده لعيبة كويسة جدا بس كان دايما أبرزهم ريدا سليم ريدا سليم بيلعب جناح آيمن يعني هو ممكن يضم للعمق شوية كهجوم ولكن ريدا سليم لا يعني لمركزه هيكون جناح آيمن هيكون طبعا على حساب برستاو أو ممكن مثلا يودي برستاو كمهاجم على فكرة يعني ممكن برضو برستاو بيقدر يؤدي دور المهاجم بشكل كويس جدا برضو الأهلي عنده خيارات كتير في فكرة الهجوم وممكن ريدا سليم حتى نفسه يخش كمهاجم بس فكرة مهاجم رئيسي لا الأهلي محتاج بمهاجم رئيسي غير برستاو غير ريدا سليم غير صلاح مصن غير محمود كهربة طبعا طبعا طب هل أهلي غلط أنه هو ما تعاقدش يعني مثلا مع حيرس مرما جديد مثلا بعد رحيل طبعا علي لطفي اه طبعا علي لطفي رحل عن الأهلي لكن الأهلي عنده حمزة علاء حمزة علاء من أفضل مستودي على منتخب الأولمبي شوفنا في تويت أمم أفريقية 23 سنة حمزة علاء من أفضل الحراس اللي موجودين طبعا في الوقت الحالي طبعا عنده مصطفى شبير كمان حمزة علاء من بس أنا شايف أن حمزة علاء أفضل يعني شوفنا مصطفى شبير مع الأهلي في بطولة أفريقيا في نهاية دورة أبطال أفريقيا في الوداد في الذهاب واللعب شارك بشكل كويس جدا وميشيل يانكون كمان المدرب حراس المرما عمل منظومة رائعة للأهلي بصراحة اهتمام بكل الحراس من فئة الناشئين لحد الحراس اللي موجودين يعني زي محمد الشناوي في الوقت الحالي أنا شايف لأ بصراحة أن الأهلي يعني ما عندوش أزمة في القصة دي حتى علي لطفي بالنسبة لي ما كانش مؤثر لما بيشارك بشكل كبير أنا شايف أن حمزة علاء حارس يعتمد عليه بالنسبة اللي شوفناه مع المنتخب الأولمبي بالنسبة اللي شوفناه قبل كده حتى مع المنتخب الشباك طب خلينا نتكلم شوية بقى على الزمالك ما كلمناش على الزمالك خالص مع أسكر الزمالك إحنا لوقتي في موسم جديد إيه جديد يعني فعايزين نطمن كده يعني الكلام عن الزمالك ما بيطمنش بيقلق الجمهور أكتر ليه بقى كده وهي مشكلة أن الزمالك يعني أخباره كلها يعني الحمد لله يعني يعني نبدأ كلمة مثلا بارح فريق اليد كان بلعب عشر لعيب ما فيش قيد فريق السلة ما فيش قيد فريق قدم ما فيش قيد أهم فيش جديد يعني الزمالك دايما جديده سلبي لجمهوره يمكن للأسف طبعا لما قيد اتوقف شفنا عبد الشافي كظاهير أيثر لايب اعتزل كرة القدم ورجع عشان ما فيش لعيبة يعني لايب راجع من اللي اعتزل عشان ما فيش لعيبة يمكن الزمالك طبعا ابتدى معسكره يمكن أول الأمس ابتدى معسكره طبعا مع أسوريو اللي أكد أنه هو هيكون موجود إن شاء الله الفترة اللي جاية طبعا فكرة ما فيش رئيس نادي موجود في الوقت الحالي برضو مقلقة للعيبة كتير يمكن كان الكلام أكتر عن رحيل أحمد سيد زيزو وخلاص اقترب إنه هو من الشباب السعودي لكن إنه هو يكمل دي كانت النقطة الإجابية الوحيدة في أخبار معسكر الزمالك في الفترة الأخيرة يمكن أحمد سيد زيزو طبعا بالنسبة لي طبعا هو لعيب رقم واحد في الدور المصري في الوقت الحالي ففكرة وجوده واستمراره مع الزمالك هو عامل مؤثر طبعا وإيجابي لبقية لعيب الزمالك طبعا وفيه لعيبة كتير تصرف لها مستحقتها لعيبة كتير كان مستحقتها ما بتتصرفش مرتبات كتير متأخرة لفترة الأخيرة بس طبعا مع وقف القيد كل الفرق عملت صفقات بيرامدز الأهلي المصري ده يعني كل الفرق الالتحاد السكندري بس أنا رايزة علق على كلمة قلتها في الأول قلت أنه هو أخباره سلبية قوي وبدأ جمهوره دايما ما ينفعش يعني الزمالك فريق كبير وليه جمهور كبير وبيدأي عشانه وبيفرح عشانه وأكيد فيه أخبار إيجابية يعني ولازم يكون في الصورة قدر أهلي بالضبط يعني طبعا لا الزمالك طبعا يعني أكيد يعني أنا أكتر شخص يمكن باحترم الأهلي والزمالك يعني أنا يعني الزمالك بالنسبة لي ده يعني حاجة طبعا كبيرة جدا بس الفكرة كلها أنه هو يعني الزمالك في الفترة الأخيرة الواحد بيتجنب أنه هو يقرأ أخباره عشان مزاجه ما يتعكرش أنت زمالكاوي يا عمر أنا زمالكاوي أكيد طبعا بس الفكرة كلها أنا باحترم الأهلي الزمالك لما نتكلم على الأهلي أفريقيا يبال لازم الواحد يتكلم طبعا أو محليا حتى طالما فيه شاشة وفيه إعلام لازم الواحد طبعا يحترم الفرقتين فكرة الانتماء دي الواحد بيخليها جوايا لكن الكلمة اللي أنا قلتها في الأول تباين أن أنا مش زمالكاوي لا بالعكس بس فعلا الزمالك الأخبار الفترة الأخيرة فعلا بتعتنن يعني أنا تبرين أنت غيران على الفريق اللي أنت بتنتمي لي بس مش بتخبط فيه لا ما هنفعش حد يخبط فيه طبعا لا الزمالك ده قيمة كبيرة ويمكن القطب التاني في أفريقيا يمكن حتى اللي سنة 2006 الزمالك كان الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية يتكلم على فريق كبير لكن فكرة الانهيار اللي حصلت السنة اللي فاتت بتفكرنا بفترة ما بعد 2005 حتى 2014 فدي فترة كانت كبيرة للزمالك 9 سنين عانى فيها الجمهور الزمالك عانى فيها حتى يمكن احنا شوفنا زمالك توق باتنين دوري وراء بعض بعد كده ايه اللي بيحصل كل شوية وقف قيد مستحقات سبورت انجليش بونا في رئيس نادي جي قعد 3 ايام ومشي مسك بداله وواحد تاني هو بيقوله ان انت ماء مش زمالكاوي فاخبار كتير للأسف للأسف يعني مهما كان المشجع الزمالكاوي يتمنى ان هو يلاقي اخبار جيدة وفرح مثلا يعني فيه ناس كتير فرحت برحيل رئيس النادي السابق تولى رئيس جديد للزمالك فجأة الناس فرحت فجأة الرجل ده مشي اتعاكن ان على جمهور الزمالك تاني ان فيه مسؤول تاني مسك يعني اخباره دايما للأسف يعني هو محدش بيقدر يتحكم فيها احنا يعني من التنمال وطبعا كل التوفيق بس قبل ما اختم ما ينفعش ما اسألكش على ازمة صلاح او بيع صلاح عايزين نعرف لو عندك اي اوبديتس عن الموضوع شوفنا طبعا الفنانة عاملة كاميرا بتنسحه يفضل في ليفر بول وشوفنا الناس كلها من مثلا لا ده هارد مغري جدا لا روح لا يفضل في ليفر بول عايزين نعرف انت من وجهة نظرك عندك اي اخبار عن الموضوع ده شايف ايه اللي ممكن يحصل شايف لو فيه جديد دلوقتي في موضوع صلاح وسوق الانتقالات مبدئين اتقفل في انجلترا او ما تقفلش في السعودية يعني ممكن يجي عرض من اتحاد جدا ليفر بول ليفر بول يوافق بس هيكون برقم كبير جدا بس اتوقع ان ليفر بول مش هيوافق لان خلاص ليفر بول ما عندوش البديل وداخل على دوري انجليزي خلاص بطادة احنا نتكلم في الاسبوع الرابع داخل على الدوري الاوروبي برضو عنده مجموعة بيتمنى ان هو يتوقع بالدور الاوروبي بعد الفرق اللي موجودة طبعا فيه مش الفرق الكبيرة فليفر بول فرسته قوية جدا ان هو يتوقع بالدور الاوروبي بطولة اوروبية مهما ان كان يعطيبا كسل اتحاد الاوروبي ومسمها القديم فانا شايف ان ليفر بول ما اقدرش يفرد في محمد صلاح في الوقت الحالي بالزاد بعد انبارح ساعة 12 سويل انتقالات اتقفل في انجلترا يعني مفيش حد يقدر يعود محمد صلاح هو رفض عرض ب190 مليون دولار تقريبا لو احنا سمعين صح او معلومة اه او الكلام الاخير كان 150-190 ويقال انه هو ممكن يوصل ل230 او 240 مليون استرليني كمان ماش دولار هل فعلا معلومة انه العرض ياما تقبله دلوقتي ياما ما يجيش تاني يعني مش ممكن يجي له تاني بعد كده لا بالنسبة كبيرة طبعا هيجي تاني وممكن يجي تاني لمحمد صلاح في يناير بس هما الفكرة كلها انهما عايزينه بالاتحاد والهلال الجمهور كله بعد الماتش طبعا هو كان ماتش عالمي يعني تتكلم بنزيمة قدام متروفيتش ملينكوسافيتش نيفيز وكورنادو حتى رومارينيو وحمد الله نجوم العالم كلها دلوقتي في الدوري السعودي يعني اكيد انا كمشجع اتمنى ان الصلاح يكمل في انجلترا بس مش هزعى لو راح السعودية في الوقت الحالي المشجعين كلهم بتوع الاتحاد بعد المباراة كلهم بيقولوا احنا عايزين صلاح حتى فهد العتيبي بعد الماتش سيكون معزور اكيد لو راح برضو العرض اكيد مغري جدا فاحنا في كل الحالات هندعمه انا بشكرك شكرا جزيلا انوارتنا الناكد الرياضي عمر عماد بشكرك شكرا جزيلا بشكرك جدا يا اسمين و بشكر كل طبعونا بسيلي مش هدين اخلصت فاكرتنا الاولى فاصل صغير ونرجع لكم بتاني فاكراتنا استنونا